من يحرج الحكومة العراقية أكثر؟ الفصائل المسلحة الموالية لإيران أم الولايات المتحدة؟ بعد سلسلة الانتهاكات المتبادلة التي وضعت بغداد وقيادتها تحت المجهر بغداد اتهمت التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بأنه تحول إلى عامل عدم استقرار العراق غادات الغارة الأمريكية التي قتل فيها أبو بقر السعدي القيادية البارز في كتائب حزب الله العراقي وقال يحيى رسول المتحدث باسم المتحدث باسم العسكري باسم رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني في بيان الله إن الضربات الأمريكية تهدد السلم الأهلي وتخرق السيادة العراقية ورأى بأن التحالف الدولية تجاوز تماما الأسباب والأغراض التي وجد من أجلها على أرض العراق ما تبعات ذلك؟ أوضح رسول بأن هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي وقت مضى إلى إنهاء مهمة التحالف الذولي الذي بات يهدد بجر العراق إلى دائرة الصراع الإقليمي أما بين واشنطن والفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران فتوقع محللون سيناريوهين الأول أن تتنصل كتائب حزب العراق أو حزب الله العراق من التزامها تجاه حكومة بغداد وترد بشكل عنيف عبر استهداف القواعد والمصالح الأمريكية في العراق وسوريا السيناريو الثاني على طرف نقيض ويرجح أن تؤدي تلك الضربات الأمريكية المحددة إلى ردع الفصائل المسلحة الموالية لإيران وذلك كما حصل بعد استهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني وقتله وما بين هذين السيناريوهين يبدو بأن الحكومة العراقية باتت أكثر عزما على تحديد جدول زمني واضح لخروج التحالف الدولي من بغداد بعد توالي هذه الخروق للتفاهمات الأمنية بين العراق والولايات المتحدة فهل تكسر الجرة؟